السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر منذ ساعات قليلة الدنيا توطرت في قلب دولة العراق طبعا كان حصل فيه منوشات ما بين أنصار طيار الصدر وأنصار الإطار التنسيقي المنافس للطيار الصدري في قلب دولة العراق تلاقوا في أرض المعركة أرض المعركة جوه وبره وحوالين البرلمان العراقي مقتدى الصدر طلب من أنصاره أنه هم يحفظوا على الديمقراطية ويحفظوا على الدولة ويحفظوا على المكاسب ويطلبوا انتزاع الدولة من إيد الخصوم بتوعه قد المبرر للإطار التنسيقي أنه هو يدخل ساحة المدن هو كمان النتيجة تلاقوا بدأوا يتبدلوا الاتهمات أنصار التيار الصدري بيقولك الإطار التنسيقي موالي لإيران الإطار التنسيقي كشفوا الصطار وقالوا بالعكس الطيار الصدري مقتدى الصدر مجموعة من العملاء والخوانة طيب زي ما قلنا في حلقات سابقة إحنا ملناش دعوة بكل هذه الاتهمات لأن إحنا محنش طرف فقط نحن حريصين كل الحرص على شعب العراق ودولة العراق منذ ساعات قليلة استبشرنا خير أحد قيادات الطيار الصدري طلب انسحاب أنصار الطيار الصدري من قلب البرلمان العراقي قلنا كواس قوي هايل فجئنا أن نفس الشخص بيصدر بعدها بساعات قليلة يقول لا 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 أنتوا أسأتوا فهم البيان بتاعنا أنا ما بقولش أنه كنت تنسحبه من البرلمان أنا بقول أنه كنت تنسحبه من قاعات الجلسات يا حلتها إزاي الواقع العملي بيقول أن قيادات الطيار الصدري تلقوا تعليمات جديدة مفادها أو تتحركوا من البرلمان العالم كله بدأ يفتح هنية على دولة العراق العالم كله بدأ يتدخل الدول كلها بدأت تترصد شفتوا حضراتكم بالضبط لما يكون واحد ما بين الحياة والموت فتكتشفوا أن في مجموعة من الصقور والحيوانات اللي بتنهش الجسس تبدأ تقترب ليه؟ ما خلاص على وشك أنه هو يموت فبينتظروا موته عشان ينهشه هو ده اللي بيحصل حضراتكم واللي حصل خلال الساعات القليلة الماضية وفجئنا بعض الدول الأجنبية بتقول يا حرام يعني بص يا جماعة يعني ما ينفعش كده إلعبوا سوا يا جماعة طبعا كان كارسة الكوارس وفيه تصريحات سمجة لعدد من قيادات الطيار الصدري من بينهم صلاح محمد العراقي المقرب من مقتدأ الصدر اللي كان أصدر بيان بإخلاء البرلمان واستمرار الاعتصام في محيط البرلمان وقال أن الاعتصام مستمر لحد تحقيق المطالب وهناك لجنة سيتم تشكيلها لإدارة الاحتجاجات ثم أعلن بعد كده وقال بالحرف الواحد لا أنتوا أسأتوا فهم تفسير البيان الصادر عني قال إن الدعوات اللي وجهها في وقت سابق للانسحاب كانت فقط لمتظاهر المحافظات الأخرى لكن أنتوا مستمرين في قلب البرلمان محدش ينسحب ليه هو كده القوة الجبرية بعض الناس وبعض العراقيين بعتوا لنا وقالوا ما تسقوش تفسير ما يحدث في قلب دولة العراق لأن مقتدى الصادر رجل وطني وحريص على العراق وهو عاوز مصلحة الشعب العراقي والشعب العراقي مأيده طيب أنتوا حرين لكن ماذا عن الإطار التنسيقي اللي من بينه نور الملك اللي هو كان رئيس وزراء سابق في العراق الإطار التنسيقي ده أيضا أصدر تعليماته لمؤيديه ألاف مؤلفة من البشر من مؤيد الإطار التنسيقي وصلوا لحد المنطقة الخضراء في قلب البرلمان العراقي طيب ما هو ده له ناسكتر جدا مؤيداه وبناء على تأييد أصد تأييد يبقى في الحالة دي لا تتحدث باسم الشعب العراقي ما ينفعش ما ينفعش تقول أنا على حق ثم تبدأ بإنك أنت تولع الدنيا مرة أخرى إلى درجة أن خبراء ومختصين قالوا أن العراق بتنتظر حرب أهلية كارثية لا يعلم مداها إلا الله ومين السبب ساعدتك مقتدى الصدر طيب أنا عاوز أسأل ليه مقتدى الصدر طالما أنه هو رجل وطني وله شعبية قوية بالشكل ده ليس بالساحة الله هو أنا مع الفرد الجدلي أن كلام أنصار الطيار الصدري صحيح أنه هو رجل له شعبية وله احترام وله تقديره طيب أنت ليك شعبيتك طالما أنا كنت ليك شعبيتك أنت ليه سبت الساحة للطيار المنافس لمعاخذة طالما أنا كنت ليك شعبيتك وانت رجل وطني أنت سبت الساحة لأنصار أو الموالين لإيران ليه لم أخذة أسئلة محتاجة إجابة لأن اللي بعتونا وزعلانين مننا برضو مطلوب أنه هما يجاوب عن الأسئلة دية وزي ما قلت لحضراتكم نحن لا نؤيد الطيار الصدري أو الإطار التنسيقي نحن نؤيد الشعب العراقي ومصلحة الشعب العراقي فقط فيما عدا ذلك لا يعني بمعنى لو الشعب العراقي قال إحنا مع الإطار التنسيقي وحصلت انتخابات وانتخبوا كل قيادات الإطار التنسيقي تعظيم سلام أنا مليش دعوة مليش حق التدخل طيب لو العكس حصل برضو مليش حق التدخل آدي صلاح محمد العراقي بعد ما قال على أنصار الطيار الصدري ينسحبه ورجع في كلامه تاني لأن الواضح قد صدر التعليمات مدير مكتب مقتدى الصدر في بغداد إبراهيم الجبري دع المتظاهرين للاستمرار بالاعتصام داخل أروق مبنى البرلمان ثم أشار إلى أن توجيه الصدر السابق بالانسحاب يسري على قاعد جلسات البرلمان فقط يعني كان مقتدى الصدر أصدر تعليمات انسحبوا لا ما تنسحبوش ده بيسري على الجلسات زي ما قلت لحضراتكم الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي اللي هو المنافس لطيار الصدر دعا أنصاره للاستعداد للدفاع عن الدولة والدستور والنظام ثم دعا أنصاره للتظاهر في المنطقة الخضراء والإطار التنسيقي قال لأنصاره ما فيش داعي أنه كنتم تدخله في قلب البرلمان وتعمله صدام مع أنصار الطيار الصدري ثم قعدوا عدة ساعات متظاهرين ثم انسحبوا مرة أخرى الإطار التنسيقي كما ذكر وزعم البعض موالي لإيران مقتدى الصدر كما ذكر البعض رجل وطني وحريص على مصلحة العراق مقتدى الصدر الحريص على مصلحة العراق إدى تعليمات لأنصاره أنه هما يعطلوا البرلمان بالقوة الجبرية ودعا إلى صورة تأتي على الأخضر واليابس وتفكك الدستور وتفكك كل حاجة من أجل مصلحة مقتدى الصدر وأنصار الطيار الصدري لأن دي توجعاتهم طيب الإطار التنسيقي الموالي لإيران واللي مش حريص على مصلحة الشعب العراقي إدى تعليمات واضحة لكل أنصاره تظهره وبكل هدوء فتظهره ثم طلب منهم الانسحاب مرة أخرى بعد ما وصلت الرسالة بتاعتهم إدى الطيار الموالي لإيران عمل تظاهرات ثم انسحب لم يعطل مؤسسات الدولة وإدى مقتدى الصدر الحريص على مصلحة الشعب العراقي عطل كل حاجة بالقوة الجبرية طب يا جماعة فين الحقيقة يعني إزاي بأنه منطق دا بيؤكد حضراتكم إن فيه حاجة غلط مش وصلانة واستنتاجي الإطار التنسيقي أساسا أكثر حرصا على العراق من مقتدى الصدر وأنصاره مفيش قانون يدي لك الحق إنك إنت تقتحم مؤسسات الدولة وتعطلها وتدي فرصة لإشتعال الحرب الأهلية بهذه الشاكلة دي مش وطنية دا من وجهة نظري يعني الشباب اللي كان عندنا في تلاتين في خمسة وعشرين يناير أيام صورات الخراب العربي لما كان بيدعي إن هو حرص على الديمقراطية وعيش حرية عدالة اجتماعية ثم اقتحم مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الداخلية إلى درجة وكالات الأنباء العالمية قالوا بالحرف الواحد لم نرى شعبا وقف وتصدى ويحاول يدمر جهازه الأمني إلا الشباب المصري اللي هم الشباب أبوتوكا هل معنى ذلك إن هؤلاء الشباب كانوا حرصين على مصلحة الوطن المصري لا سعدتك دول كان شباب موجه بس كان صوتهم عالي هاته نفس المسألة بقى نهي منطق وبقى نهي عقل انت راجل وطني فتعطل البرلمان بالقوة الجبرية طب انت ليه ما استمرتش في قلب البرلمان انت بتعطل ليه شغل البرلمان انت بتعمل مظاهرات ليه بسيطة مش انت لك شعبيتك مش انت عندك وسائل اعلامك نبهي الشعب العراقي خلي الشعب العراقي يعرف ايه اللي بيحصل بالزبط اولا باول ثم استمر في المقاومة وتصدى قانونيا بحسمة تديش فرصة للدول الاخرى تتدخل مجلس الوزراء العراقي المتحدث باسم المجلس قال ان رئيس الوزراء مصطفى الكزمي دعا الى حقن الدماء والحوار وجمع القوى المتصرعة على طاولة حوار حقيقي مصطفى الكزمي وصف كل الاطراف بما فيها انصار الطيار الصدري قوى متصرعة مش احنا يبقى ايزا احنا تحللنا مظبوط السفير البريطاني بالعراق مارك برايسون بدأ الكل بقى بدأت رؤوس الافاعي تطل من الجحور السفير البريطاني بالعراق اعرب عن قلقه شفت الناس من حبنا ما بتنامش الليل ازاي اعرب عن قلقه من تصاعد التوتر السياسي في البلاد ورحب بالحوار يا جماعة عدوا مع بعضيكو كده ما ينفعش محمد الحلبوس رئيس البرلمان العراقي اعلن تأييده لمبادرة مصطفى الكزمي رئيس الوزراء العراقي واكد على اهمية جلوس الجميع على طاولة الحوار لحل الازمة الراهنة وصولا الى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات معينة ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا هو كمان بدأ يطلع اعلن تأييده لمبادرة مصطفى الكزمي وقال على تويتر قلقي شديد بشأن الوضع في العراق لان الوضع متوتر ويكاد يشتعل بمعدلات غير مسبوقة يا شماتة قبلة تظافية ايه دا؟ يعني هناك تدخلات أجنبية ما بين الطرفين الأصلح للعراق هو مصطفى الكزمي فيه يا جماعة اعتقد شعب العراق العزيز اعتقد الوضع في حاجة الى قراءة مغايرة عن ذلك الذي حدث ويحدث لان الوضع متوتر للغاية الوضع مش ظريف الوضع يكاد يقترب من الحرب الأهلية وبالتالي احنا دايما بندعو الله العلي القدير ان ينقذ دولة العراق مما ينتظرها لان فيه كرسة قادمة كرسة بكل ما تعني الكلمة من معنى فاكرنا حضراتكم المباحثات التي اجريت ما بين دولة العراق والأردن ومصر لما تم الاتفاق على مشروع الشام الكبير او الشام الجديد فاكرنا حضراتكم الدور العراقي الرائع خلال الفترة اللي فاتت اللي حضرها مصطفى الكزمي رئيس الوزراء العراقي اللي كان اخرها قمة جدة حضرتها العراق والأردن ومصر قلنا الحمد لله دولة العراق رجعت مرة تانية لكن اكتشفنا مع الاسف هناك قوة بتحاول تجر دولة العراق للخلف ربنا يسطرها يا رب العالمين اراكم على خير اشتركوا في القناة